يمكن فيه زي ما كنت أقول لكم مجموعة من القرارات اتخاذها الرئيس النهاردة أعتقد أن ليها بعد اجتماعي مهم جدا ومتضمن في هذه القرارات زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفين فمعنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفين المصريين أهلا 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 بيك خالد عامل إيه أخبارك كله تمام محتاج منك تعليق على حزمة القرارات بشكل عام ومحتاج منك أيضا تعليق على القرار الخاص بالصحفين المصريين بشكل خاص بص الحقيقة لما تيجي تتعامل مع أي قرار يخصص أعباء عن كاه المواطنين بذل الأزمة الاقتصادية لا بد أن تسمينه لأن هذا في الأخير خطوة في الاتجاه من كلنا بنطلب بيه حتى بمنطقي ومنطقي موقفي حتى الاجتماعي لما كمان فيما يتعلق بالصحفين ده بقى موقف نقابي كمان صحيح وده اللي طلعنا في بيان المجلس النصابة للعرض ولده نابد من أن نوجه شكرا لأنه يخص الجماعة الصحفين نحن قدام القرار العرضة فيه أكثر من بعض وده اللي نحن يعني متمسكين بيه البعض الأولين اللي هي أول مرة يطرح بيادة البدل في خطاب رئاسي بشكل معنى وده بيطرح بيخيس لك كمان أن يتكلم عن الاستجابة لما طرح في الحوار الوطني فده بيفتح لنا باب كمان ما قدمناه في الحوار الوطني من مطالب أخرى هي قيد التنفيذ وهذا ما نتمنى وستعلق بقى بزملاءنا في كل المؤقتين اللي هم المفروض يتعينوا المحبوسين اللي المفروض يخرجوا يتعلق بقوانين اللي احنا عايزين لعبدلها يتعلق بكل الأطراف القرار كمان فيه فيه إشارات مهمة جدا تتعلق بأوضاع السلمينة وأوضاع السحفين في مصر وأوضاع بشكل عام لما نقعد قدام رفع الحد الأبناء الأجوم 4-3 ده أنا مثلا تنسكت بهذا المطلب وطلعنا بهذا المطلب نحاطل منه المؤسسات السحفية والمؤسسات المعنية بدروا التطبيق هذا الحد على السحفين وديها مشكلة كبيرة أننا الصحفين لا يصلوا لهذا الحد الأهم فيما يتعلق كمان بالقرار حاجة تانية مهمة جدا اللي هو أن القرار تضمن أنه يتطبق على كل أعضاء اللي قابل مقيدين ودي مهمة بالنسبة للمطلب طالما طالب نبيس ويجائز للنهاردة استجابة فيه مهمة جدا لأن نحن في الوقت عندنا مشكلة في أكثر من حالة لا يحصل على البدل لغم أن البدل في لحظة اللي هو كان مفهود ينفق على التطوير المهني وده بالأساس وانت عارف قد إيه الوضع طبعا الإطهارات التكنولوجية متسارعة جدا صحيح لا بعد الوقت يبقى جزء أساسي من داخل عدد كبير من الصحفين أو من اللي بيتعيشوا منه نحن عندنا نردوما حتى أصحاب الأوضاع الأسوأ هم اللي بيفصلوا وفي بعض القواعد المفصلين ما بيحصلوش على البدل فلما القرار يفضل للمقيدين أيوة فده مثالة اللي دول على الأقل هيأمنوا على اللي هم لما يخضعوا لكزيز مؤسسة تحت دعوة البدل لأنه ممكن يشيره وينشي وينشي وينخفض على بدل صحيح وفده تطور بتديره حق الحركة في الموضوع ده الأهم أسدتنا غواد المهنة الكبار شيوخ المهنة يعني اللي احنا تعلمنا منه والذي دفعه تمن كبير في هذه المهنة فإنه ده إيه لما بيخرجوا لما بيعلم عاش لازم يجيب عقد عشان يحفظ على البدل صحيح وبعض المؤسسات كانت بتخليها من عقد السفري لما نقول على أعضاء النقابة المقيدين ده معناه أنه ليس محتاجا لهذا العقد لأنه مقيد وإحنا عندنا قانون النقابة بيقول الحالة على المعاشة اختيارية طبعا لما هي في بعض الحالات تحولات الإكبارية لأنه لما بيعجز عن أنه لما يطلع على المعاشة لما يعجز عن أنه يجيب عقد من المكان بيضطر ينقل لجدول غير المجدول لجدول المعاشات عشان يحصل على المعاشة مع أنه ممكن يكمل ويصد حقه في التصريب ويصد حقه في حيث يكتير جدا ويصد الكثير من يحفظه داخل النقابة إنما دلوقتي لو هو مقيد بمآمن المحطة فيه على مستوى البدل نفسه فده إحنا كمان أمام خطوة مهمة تأمنه المستمرار المهنة دي وتأمنه الحفاظ على حقوقه داخل النقابة فإحنا عمليا بصدد زي ما قلت بالظبط أن حزمة قرارات بشكل عام اجتماعيا تتطفق مع مبدأك وأفكارك وبعدك الاجتماعي وأفكارك وأيدولوجيتك ومن ناحية أخرى كنقيب صحفيين بتشوف إن ده فيه دعم حقيقي لهذه المهنة ولأبناء هذه المهنة ننتظر كمان ساعتها ممكن نحلم أكتر حقيقي نحلم على مستوى الخطوات الثانية اللي احنا عايزينها من حقيقة نحلم بأن الناس اللي أفنوا عمرهم في المؤسسات الشباب اللي أفنوا عمرهم في المؤسسات من المؤقتين إن هم يتعينوا وخصوصا إن هم يشغلون مؤسسات القومية على أكتفهم بس يتعينوا منه لفترة طويلة في المؤسسات وأنا أظن إن ده قرار مهم في هذا الإطار الاجتماعي لأن دول الشباب بيشتغلوا سكنين من غير متعين ونحلم إن الناس زملة تانية يبقوا جنبنا وكلها أحلام مشروعة جد ويجب إن إحنا نعمل على تحقيقها وتحولها الواقع بالزبط فده اللي إحنا يعني ده جزء من الموضوع نحلم إن إحنا من إيبقى فيه إن إستعادة تروح الصحافة بشكل أو بآخر أو إنها تبقى قادرة عن استعبارة عن إن القوانين اللي إحنا عايزين لعبقلها تتعدل واللي إحنا رفعناها لإن ده جزء من مصالب كثيرة رفعناها فأي خطوة على الطريق بتبدي أمل إن إحنا ممكن لحقاق صدقنا بالتأكيد أنا بشكرك جدا 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 خالد كل الشكر على هذه المداخلة وأيضا كمان كل الشكر على هذا الرأي شديد الوضوح شديد العقلانية والمنطقية كل شكر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين